عصابات سرقة المواشي والأغنام تفرض سطوتها في ناحية الشوملي شمال بابل حيث سجلت القرى والأرياف في ناحية الشوملي أكثر من عشرة حالات سرقة في شهر واحد عبر طائرات مسيرة تستخدمها تلك العصابات لمراقبة المواشي وحركات أصحابها وبعد الفراغ الأمني قرر الأهالي أن يتناوبون ليلا لحراسة مواشيهم من السرقة مطالبين الحكومة المركزية بالتدخل لإنهاء هذه الأزمة البارحة طيارة مسيرة وانسرقنا ولا أحد جانا ولا الحكومة ولا وصلتنا ولا قالتنا احترقت الدنيا والحكومة ماكوا على شنو يعني الحكومة جئت وراء ما جدت الطيارات المسيرة وانسرقنا وانسرقنا حلالاتنا البارحة لا الحكومة جتنا ولا كل واحد ولا أحد ناشدنا أكثر من عشرين واحد من مدير الناحية من مدير شرطة من مدير ناحية المتحتية ناحية الحمزة ولا واحد وصلنا ولا حد قال لنا وما ندري احنا الحل عدما يعني الناشد من صارنا أكثر من عشرين يوم الليل كل طيارات تفتر وورا ما تجي الطيارة نسرق فلان نسرق فلان نسرق فلان نسرق فلان حرامية صرقوني باقوا حلالاتي عم من باب حوشي وياهم طائرة مسييرة تمشوا ياهم وين ما يتحركون تتحركوا ياهم الطيارة صار أكثر من عشرين يوم ما شفنا لا قوات أمنية ولا مدير ناحية ما لهم كل دور أبدا يا أخي احنا نعاني من هاي المشاكل اللي جرت علينا ما جرت علينا يعني بوقوا بقى خوايشنا الحرامي يجي يدق الباب ويشريد ما نكمسي ساعة على ماطورات ساعة على سيارات ساعة والنهار كل العالم تشتغل على باب الله والليل كلها جاعدة مساهرة الليل كلها ما معتها ما كونهم يعني شوفها تجي طائرة مسيارة بها قلوبة خضر وقلوبة حمر هم الحرامية يشتخدمون اي الحرامية والحرامية ما نعرف شكلها الناشد الحكومة الناشد القوات الأمنية الناشد الجهاز الأمن الوطني الهجزة الأمنية وهي هاي معاناتنا الإدارة المحلية في مدينة الشوملي أكدت إنها بدأت بتكثيف إجراءاتها الأمنية إضافة إلى طلب الدعم من قبل قيادة شرطة بابل بزيادة أعداد المنتسبين في المدينة فضلا عن تشكيل فرق جوالة من قبل أهالي القرى والمناطق المحاذية لها أولا نرحب بكم في ناحية الشوملي أجمل ترحيب شاكرين تعاونكم وجهودكم اللي جاي تبلوها من أجل تغطية الأحداث اللي جاي تصير بأغلب مناطقنا تم اللقاء بقاء شرطة بابل مدير الاستخبارات الأمن الوطني السيد المحافظ وجرى المتابعة على أعلى المستويات تم تكثيف الدوريات في المناطق رسال دوريات من الأفواج وقوات سوات باشرت عملها ليلا من بعد المغرب إلى ساعة الخامسة صباحا رسالة تطمئنا لأننا في ناحية الشوملي الأمور إن شاء الله إلى خير الوضع مسيطر عليه لا خوف من هذا الموضوع الجهات الأمنية ما أخذ دورها بشكل صحيح وإن شاء الله الأيام القادمة سنصل إلى خيوط من يقف وراء هذه العمليات عمليات السطو المسلح في هذه المناطق ويعتمد أهالي تلك القرى في معيشتهم على تربية المواشي والأغنام لذا هم يحاولون التناوب ليلا على حراسة مواشيهم في ظل عجز حكومة بابل المحلية عن إيجاد الحلول النهائية لهذه الأفعال التي بدأت تنشط في المحافظة بالمحافظة باب العلياس قناة وطن الفضائية